السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مع عزائنا طلاب صف الحادي عشر علمي وتكنولوجي في درس جديد من دروس الرياضيات للوحدة السابعة الدرس الثالث المتطابقات المثلثية لضعف الزاوية ونصفها الجزء الثالث أهداف الدرس سوف نتعلم في هذا الفيديو التعرف على متطابقات نصف الزاوية واستعمال متطابقات نصف الزاوية في إيجاد نسب مثلثية تعلمنا في الدرس السابق عزائي الطلاب متطابقات تبسيط القوى هل تذكرون هذه المتطابقات؟ ما هي متطابقة مربع الجيب؟ نعم ساين سكورد يو إيكوالز وان ماينيس كوسين تويو أوبر تو وما هي متطابقة مربع الجيب التمام؟ صحيح كوسين سكورد يو إيكوالز وان بلس كوسين تويو أوبر تو واخيرا تان سكورد يو إيكوالز وان ماينيس كوسين تويو أوبر وان بلس كوسين تويو والآن عزائي سنستعمل هذه المتطابقات لنوضح أن ساين باي أوبر ايت إيكوالز سكورد أوف تو مينيس كورد أوف تو أوبر فور أي متطابقة يمكن أن نستعمل هنا؟ أحسنتم ساين سكورد باي أوبر ايت وبتطبيق هذه المتطابقة نحصل على وان ماينيس كوسين تو باي أوبر ايت أوبر تو وبتبسيط تو مع ايت نحصل على وان ماينيس كوسين باي أوبر فور أوبر تو وان باي أوبر فور من الزوايا الخاصة وبالتالي يمكن إيجاد كوسين باي أوبر فور وبتعويض قيمتها نحصل على وبتبسيط هذا المقدار نحصل على 2 minus square root of 2 over 4 فنستنتج أن sine by over 8 equals بوستف أو نيغاتيف square root of 2 minus square root of 2 over 4 هل النسبة sine by over 8 موجبة أم سالبة؟ ما رأيكم؟ صحيح بما أن by over 8 تقع في الربع الأول فإن sine by over 8 يكون موجبا أي أن sine by over 8 equals square root of 2 minus square root of 2 over 4 والآن لنستعمل هذه المتطابقات أيضا لنوضح أن sine 9 by over 8 equals negative square root of 2 minus square root of 2 over 4 وبنفس الأسلوب السابق sine squared 9 by over 8 وبتطبيق نفس المتطابقة نحصل على 1 minus cosine 2 9 by over 8 over 2 وأيضا بتبسيط 2 مع 8 نحصل على 1 minus cosine 9 by over 4 over 2 كيف نحصل على قيمة cosine 9 by over 4 دون استخدام الحاسبة هل توجد زاوية في الربع الأول متطارفة مع هذه الزاوية؟ نعم إن 9 by over 4 minus 2 by equals by over 4 أي أن هذه الزاوية متطارفة مع by over 4 وبالتالي أن قيمة cosine 9 by over 4 تساوي قيمة cosine by over 4 وبالتعويض نحصل على 1 minus square root of 2 over 2 over 2 وبتبسيط هذا المقدار أيضا نحصل على 2 minus square root of 2 over 4 وأيضا بأخذ الجذر التربيعي لكل الطرفين نحصل على sine 9 by over 8 equals positive or negative square root of 2 minus square root of 2 over 4 هل sine 9 by over 8 موجبة أم سالبة؟ نعم بما أن 9 by over 8 تقع في الربع الثالث فإن sine 9 by over 8 يكون سالبة وبالتالي sine 9 by over 8 equals negative square root of 2 minus square root of 2 over 4 وجدنا مما سبق أن sine 9 by over 8 equals positive or negative square root of 1 minus cosine by over 4 over 2 وأيضا sine 9 by over 8 equals positive or negative square root of 1 minus cosine 9 by over 4 over 2 ويمكنك عزيزي الطالب بنفس الأسلوب استعمال المتطابقة cosine squared u equals 1 plus cosine 2 u over 2 في إيجاد قيمة cosine by over 8 وكوسين 9 by over 8 ويمكننا أن نستنتج مما سبق متطابقات نصف الزاوية لنبدأ بجيب نصف الزاوية sine u over 2 equals positive or negative square root of 1 minus cosine u over 2 وأيضا جيب تمام نصف الزاوية cosine u over 2 equals positive or negative square root of 1 plus cosine u over 2 وأخيرا tan u over 2 equals positive or negative square root of 1 minus cosine u over 1 plus cosine u لنبدأ الآن بالمثال الرابع صفحة 135 أوجد القيمة الدقيقة لكل مما يلي باستعمال متطابقات نصف الزاوية cosine 15 sine 15 10 by over 8 الحل لنبدأ بالجزء a cosine 15 لنتمكن باستعمال متطابقات نصف الزاوية لنجد أولا الزاوية الخاصة التي تشكل 15 ديجريز نصفها ما هي هذه الزاوية؟ نعم هي 30 أي cosine 15 equals cosine 30 over 2 وباستعمال متطابقات نصف الزاوية أي متطابقة نستعمل هنا؟ أحسنتم جيب التمام وهي عبارة عن cosine u over 2 equals positive or negative square root of 1 plus cosine u over 2 وبما أن 15 تقع في الربع الأول فإن cosine 15 يكون موجبا وبالتالي بتطبيق هذه المتطابقة على هذا المقدار نحصل على square root of 1 plus cosine 30 over 2 وباعتبار أن 30 من الزاوية الخاصة والتالي square root of 1 plus square root of 3 over 2 over 2 وبتبسيط المقدار داخل الجذر نحصل على square root of 2 plus square root of 3 over 4 وبهذا نكون قد حصلنا على cosine 15 هل يمكنك عزيزي الطالب استنتاج أن square root of 6 plus square root of 2 over 4 equals square root of 2 plus square root of 3 over 4 باستعمال متطابقة جيب التمام للفرق؟ ما رأيك؟ لنرى ذلك وقد قمنا بالجزء A بحسابي cosine 15 ونعلم أن cosine 15 equals cosine 45 minus 30 لماذا يذكركم هذا المقدار؟ نعم متطابقة جيب تمام الفرق بتطبيق هذه المتطابقة نحصل على cosine 45 cosine 30 plus sine 45 sine 30 وبتعويض قيم كل من هذه النسب نحصل على square root of 2 over 2 times square root of 3 over 2 plus square root of 2 over 2 times 1 over 2 وبالتبسيط نحصل على square root of 6 plus square root of 2 over 4 أي وجدنا أن cosine 15 يساوي هذا المقدار وجدنا من خلال جزء A أن cosine 50 يساوي هذا المقدار أيضا هذا يعني أن كل المقدارين متساويين فنكتبه square root of 6 plus square root of 2 over 4 equals square root of 2 plus square root of 3 over 4 وهو المطلوب استنتاجه ننتقل للجزء B sine 15 وكما فعلنا في الجزء A نوجد أولا الزاوية الخاصة التي تشكل 15 نصفها ما هي هذه الزاوية؟ نعم sine 15 equals sine 30 over 2 وباستعمال متطابقات نصف الزاوية ما المتطابقة المناسبة هنا؟ أحسنتم متطابقة الجيب لنصف الزاوية وهي sine U over 2 equals positive or negative square root of 1 minus cosine U over 2 ولو سألتكم هل sine 15 موجب أم سالب؟ أحسنتم بما أن 15 تقع في الربع الأول فإن sine 15 يكون موجبا وبالتالي square root of 1 minus cosine 30 over 2 وعلى اعتباري أن 30 من الزاوية الخاصة فيمكن إيجاد قيمة cosine 30 وبالتالي نحصل على 1 minus square root of 3 over 2 over 2 وبتبسيط المقدار داخل الجذر نحصل على square root of 2 minus square root of 3 over 4 ننتقل للجزء C 10 by over 8 ما الخطوة الأولى؟ أحسنتم نوجد أولا الزاوية الخاصة التي تشكل by over 8 نصفها ما هي هذه الزاوية؟ نعم 10 by over 8 equals 10 by over 4 over 2 ما المتطابقة المناسبة لتطبيقها هنا؟ نعم متطابقة تاني نصف الزاوية وهي 10 U over 2 equals positive or negative square root of 1 minus cosine U over 1 plus 8 plus cosine U وهل المقدار 10 by over 8 موجب أم سالب؟ نعم بما أن by over 8 تقع في الربع الأول فإن 10 by over 8 يكون موجبا وبالتالي نحصل على 1 minus cosine by over 4 over 1 plus cosine by over 4 وبتعويض قيمة cosine by over 4 نحصل على square root of 1 minus square root of 2 over 2 over 1 plus square root of 2 over 2 وبتبسيط المقدار داخل الجذر نحصل على 2 minus square root of 2 over 2 plus square root of 2 حاول أن تحل التمرين العشرون صفحة 137 استعمل متطابقات النصف الزاوية لإيجاد القيمة الدقيقة للمقدار 10 7 by over 12 والآن عزيزي الطالب أوقف الفيديو ثم حاول حل التمرين والآن قيم حلك من خلال تتبع خطوات الحل كما ستعرض أمامك الحل نريد استخدام متصابقات نصف الزاوية لإيجاد القيمة الدقيقة لهذا المقدار وكما فعلنا في المثال نوجد الزاوية التي تشكل 7 by over 12 نصفها ما هي هذه الزاوية؟ نعم 10 7 by over 12 equals 10 7 by over 6 over 2 ما هي المتصابقة التي يمكننا استعملها هنا؟ أحسنتم متطابقة تاني نصف الزاوية وهي تانيو over 2 equals positive or negative square root of 1 minus cosine u over 1 plus cosine u وما رأيكم هل هذا المقدار تان 7 by over 12 موجب أم سالب؟ أحسنتم بما أن 7 by over 12 تقع في الربع الثاني فإن تان 7 by over 12 يكون سالباً وبتطبيق هذه المتطابقة نحصل على negative square root of 1 minus cosine 7 by over 6 over 1 plus cosine 7 by over 6 والآن كيف يمكن أن نحسب cosine 7 by over 6 دون استخدام الآلة الحاسبة؟ لنرى ذلك أن 7 by over 6 ضرع انتهاء هذه الزاوية يقع في الربع الثالث ما الزاوية المرجعية لهذه الزاوية؟ أحسنتم يمكن الحصول على الزاوية المرجعية بطرح by من قيمة هذه الزاوية أي theta dash equals 7 by over 6 minus by equals by over 6 وهي قيمة الزاوية المرجعية وبالتالي cosine by over 6 هو square root of 3 over 2 ولكن ضلع انتهاء الزاوية المطلوبة يقع في الربع الثالث هذا يعني في الربع الثالث يكون cosine theta سالباً وبالتالي cosine 7 by over 6 equals negative square root of 3 over 2 ثم نعوض بهذه القيمة فنحصل على negative square root of 1 minus negative square root of 3 over 2 over 1 plus negative square root of 3 over 2 وبتبسيط المقدار داخل الجذر نحصل على negative square root of 1 plus square root of 3 over 2 over 1 minus square root of 3 over 2 وبالتبسيط أيضاً نحصل على negative square root of 2 plus square root of 3 over 2 minus square root of 3 هل يمكننا التبسيط أكثر؟ ما رأيكم؟ نعم يمكننا التبسيط المقدار داخل الجذر بالضربة بالمرافق نضربه ب2 plus square root of 3 over 2 plus square root of 3 فنحصل على negative square root of 2 plus square root of 3 to the power of 2 over 1 وبالتبسيط نحصل على negative 2 negative square root of 3 وهي قيمة 10 7 by over 12 المطلوبة إلى هنا أعزائنا الطلاب نكون قد وصلنا لنهاية درسنا لهذا اليوم نرجو أن تكونوا قد استفدتم منه وإلى اللقائي في درس جديد إن شاء الله